المجلس النيابي بحضور سعادة السيدة سارة إسحاق القائم بأعمال وكيل وزارة شون الشباب الرياضة وذلك بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي للفائزين للتعرف على أساسية هذه الجلسة ومعاييرها وطريقة إدارتها كما تم خلال الجلسة أيضا تعين الرئيس والنائبي الرئيس بالإضافة إلى إعداد محاور أجندة خاصة بالجلسة من قبل المشاركين وأتمحورت كافة الموضوعات والنقاط التي تم إدراجها على جدول الأعمال حول مقترحات تطويرية لمدينة شباب 2030 للسنوات القادمة واحتياجات المدينة التي تواكب مسيرتها التطويرية كما تم مناقشة مقترحات لعدد من البرامج الجديدة لتنفيذها في النسخة القادمة واستعراض عدد من المقترحات والأفكار التي طرحها الشباب في فعاليات وبرامج المدينة اختتم برنامج صوت شباب 2030 بجلسة عبارة عن جلسة محاكاة تناقش فيها الأعضاء جميعا حول مدينة شباب 2030 وكيف يمكن تطويرها وخرجنا طبعا بمجموعة من التوصيات كان أبرزها طبعا مرتطويري لها علاقة بالبرامج وحتى أيضا الشؤون التدريبية بالإضافة إلى المرافق والشؤون الليجستية طبعا شارك معا في تنظيم هذا البرنامج الرائع المجلس الأعلى للمرأة وهيئة التشريع والرأي القانوني بالإضافة إلى مجلس النواب والإضافة إلى معهد التنمية السياسية واللا الحمد طبعا يعني كانت اليوم جلسة غنية جدا بالمخرجات كانت نتاج لبرنامج تدريبي استمر من بداية مدينة شباب 2030 حتى هذا اليوم الحمد لله تام عقد أول جلسة بنجاح أمانة بنود واختراحات جدا جدا ممتازة من الشباب وللشباب إن شاء الله بتوصل إن شاء الله في السلام القادم من مدينة الشباب بتشوفون نسخة مختلفة نسخة متطورة نسخة فيها رأي الشباب فيها صوت الشباب وما قصروا أمانة فضالة مفضل جهود النواب إن شاء الله بيوصلون صوت الشباب إلى أبعد حد إن شاء الله تام النقاش عن أمانة عدة بنود من أبرزهم المواصلات لاحظنا أمانة مشكلة عوري المواصلات عند المشاركين أن الأمور ما يدرون أن يحكم شغلهم أو أمورهم مشغولة ولكن إن شاء الله في السلام القادم إن شاء الله بموفر مواصلات بدنا الله ترجمة نانسي قنقر